أستاذ أحمد، قل لي كده حاجة حادثة حصلت كده وحسيت بجمال التوكل في حياتك وفي مجال عملك كده والله يا مولانا يعني أنا عمتاً بحس ببكة قوي بحس بأنها اتربنا في حتة أنه الواحد بيتعب 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 وفي الآخر ربنا بيديه درسه بيعلمه أنه تعبك ما بيروحش ولو تعبك اتأخر شوية هو مش هروح عرفاضي وبعدين الواحد زي ما حك قلت كده في الأول بدأ يفصل بقى اللي هو أنا بأخذ بالأسباب وما ليش دعب النتيجة المهم أني أخذ بالأسباب وبقى مبسوط فالواحد وصل لمرحلة مطلع ما انتفت بالأسباب مش مهمة بقى اللي يحصل المهم أني أنا بأعمل اللي علي وربنا شايفه مبسوط مني إن شاء الله يعني فاتعلم تفصل بقى موضوع زي ما حك قلت كده نفس النتيجة عندها أول واحد بيدرب نفسه على قد ما يدر فيها فمش بيحس أنه الشوخ اللي بيبعده عن ربنا لا هو بيحسه ده بعد بخلصنا هو بيشتغل ويكمل مع ربنا مش دي حاجة ودي حاجة فالواحد بيدرب نفسه والحمد لله بيتعلم إن شاء الله توصل لأعلى مراقي وأهل الرتب في السير إلى الله سبحانه وتعالى وأنا سعيد جدا جدا النهاردة بأننا كان معايا الدكتورة النبيين النحاس ومعايا الأستاذ أحمد الورداني أنا شاكل لحضراتكم هذه الإطلالة المليئة بالنور والبركة والفيد والنور والتوفيق والسداد ربنا إن شاء الله يجعل ده كله في ميزان حسناتكم ويجعلكم إن شاء الله في خير وبركة ويجعلكم دايما من المتوكلين اللي ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليكم الأرزاق ويفتح عليكم أبواب الوصال ويجعلكم دائما من أهل الجمال فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بالنمج والله تعسره ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة